اشتركوا في القناة شفاء خادم قائد الماء خادم يعني خدام احيانا بيكتبوها في بعض الكتب شفاء غلام قائد الماء غلام اللي هو الخدام بتاع قائد الماء يعني قائد روماني بيقود ميت عسكري وجندي روماني عشان كده اسمه قائد الماء تعالوا نشوف مع بعض دي صورة قائد الماء بيبقى قائد الماء دوت روماني جي من ايطاليا وبيقود كتيبة فيها ميت جندي وديانتو وسني مش يهودي والمعجزة دي حصلت في كفر نحون فالراجل ده كان جاي من ايطاليا علشان يقود القيادة بتاعة الصورات اللي بتقوم في اليهود اليهود كانوا مشهورين قوي انهم يعملوا صورات كتير قوي فكانوا يبعط لهم بقى كتيبة معينة تقمع الصورات دي خالص فكان بيختاروا عساكر جنود رومانيين شرسين جدا ودول كانوا موجودين في صلب المسيح فكانوا بينقوا بالذات لان اليهود دايما كانوا مشهورين بالصورات فكانوا يبعط لهم من ايطاليا كتيبة عشان تهدي الامور وما يبقاش فيه مشكلة عند قيصر هناك في روما فيبعطوا جنود اقوياء ويبعطوا معهم قائد ماء قوي يقدر يحكم الميد جندي الجمدين قوي دول فده كان قائد الماء المعجزة تذكرت في حتتين في متة وفي لوقة فهندرس النص بتاع لوقة بالتفصيل وبعدين هنقرأ النص بتاع متة زي ما احنا متعودين ونشوف البازل جات ازاي تعالوا دول الجنود الرومان جنود الرومان كان مشهور عنهم ان جنود شارسين جدا الجندي الروماني كان عنيف قوي وكان شارس قوي وكان متسلط وكان في البنية قوي جدا الجنود الرومان دول كان مشهور عنهم انهم بيأكلوا حتى اللحوم مش مطهية وكانوا يشربوا حاجات خمور كتيرة قوي قوي لدرجة ان الجندي ده بيبقى لما بيبقى مسكران وحاجة زي كده طبعا ده مش في الخدمة بيبقوا يعتدوا على ناس كتيرة جدا ولذلك الجندي الروماني دي كان يخافوا منه خالص فالكتيبة دي تخيلوا فيها مئة جندي روماني فمين يبقى القائد بتاعهم اكيد واحد قوي قوي يقدر يقود الناس دي كلها دي الكتيبة بتاعة الماء فدول كل مية يليهم قائد وبعدين في كل الف ليهم قائد فقائد الماء ده فوقه واحد تاني اسمه قائد الالوف فوقه اعلى منه هنشوفها النهاردة ده نموذج للبس اللي بيلبسه قائد الماء بيلبس زي معين وفي نياشين معينة وفي حاجة فوق راسه تتميز عن الجنود بحيث يبقى معروف انه هو ده القائد ودي صورة لحد هنا صورها لابس بالزبط زي الجنود الرومان تعالوا نشوف المعجزة بتقول ايه المعجزة دي حصلت فين بقى حصلت في كفر نحوم فوق في الشمال خالص اغلب المعجزات حصلت في الجليل فوق في كفر نحوم تعالوا نشوف يقول ايه ولما اكمل اقوالها وكلها ده رب المجد يسوع في مسامع الشعب دخل كفر نحوم فدي كفر نحوم وكان عبد لقائد ماء يعني قائد الماء ده ليه بيت كبير طبعا البيت ده كان فيه واحد خدام عنده عبد يعني مترجمة في الانجليش سيرفينت خد خادم والراجل الخادم ده كان مريض مشرفا على الموت يقولوا ان المرض اللي عنده كان مرض الشلل الكامل فالمرض ده كان بييجي وبعد كده اعراضه تزيد فلما الكتاب يقول لك مريضا مشرفا على الموت يعني خلاص كان منظره يعني ايه متعب قوي قوي وكان هيموت بس العبارة الجريبة التانية يقولوا وكان ايه عزيزا عنده تعالوا نشوف الراجل العبد ده العبد المريض ده اكيد كان انسان كويس صح ولا وحش تعالوا نشوف ليه اللي عراهكو انه كان انسان كويس وكان امين في خدمته انه يخلي سيده يحبوا الحب ده كان عزيزا عنده وكان عيان فعلا فعلا فمحتاج الشفاء وكان عنده مشكلة انه ما يقدروش ياخدوه للمسيح هتشوفوا الحد الجاي الحد الاول من بابه الاصدقاء اللي شالوا صديقهم منزلوا للمسيح من فوق ده بقى ما كانوش يقدرو يشلوه ده كان حالته صعبة قوي فكان هيموت يعني خلاص بقى في اخر حياته خالص فيقولك وكان مشرفا على الموت يعني كان very clear very near للموت كان مش قادر يجي للمسيح حالته ما كانش تسمح انه يحملوه كان في موضع مقلم ومتعذب جدا لكن الجميل قوي ان قائد الماء عمل ايه بقى تبنى مشكلته عشان كده الراجل ده النهاردة هيبقى ليه نلقاء حلو معه تعالوا نكمل القصة وبعدين نرجع نشوف واحد واحد فلما سمع مين اللي سمع قائد الماء لما سمع عن يسوع طب قائد الماء ده تفتكروا عمل ايه اكيد بعد جاب اطباق واكيد بعد جاب يهود يحاولوا يعلجوه مفيش برغم انه عبد خدام هنشوف لسه في مميزات الراجل ده فلما سمع عن يسوع اخر حل بقى سمع عن يسوع وقدي ايه ده حنين قوي وقدي ايه بيشفي المرضى وقدي ايه في قوة كبيرة قوي عمل ايه ما بعتلوش ولا بعتلو بعتلو ولا هو رحلو ما رحلوش طب ليه ما رحلوش عشان هو مرتبته كبيرة والمسيح بالنسبة لهم واحد جليلي يعني لا انتوا هتشوفوا حاجة اعمق قوي دلوقتي بس خلونا نخش في القصة فلما سمع عن يسوع ارسل اليه شيوخ اليهود جاب مجموعة شيوخ من اليهود وقال لهم روحوا للمسيح واسألوه انه ييجي ويشفي مين مين العبد بتاعي ده يعني كل اللي كان عايزه ان المسيح هم يتوسطوله عند المسيح فالمسيح ييجي يشفي له العبد بتاعه فلما جاءوا ليسوع الشيوخ دل جاءوا ليسوع طب ايه اللي خلاهم سمعوا بقى من قائد الماء ورحولوا على فكرة اليهود ما كانوش يعملوا الرومان دول كان يعتبرهم اوسان وبيعبدوا اوسان والناس نجسين وكده لكن القائد الروماني ده كان ليه خدمة كبيرة اوى عملها لهم فعشان كده عايزين يردولوا الخدمة يقول ليه فلما جاءوا الى يسوع طلبوا اليه باجتهاد يعني انتعارف بقى شو بقى يهود يروحوا للمسيح وشيوخ من اليهود كبار يعني يروحوا للمسيح وينزلوا في مرتبتهم ويطلبوا ومش بطلبوا عادي كمان باجتهاد قائلين انه مستحق ان يفعل له هذا ليه لانه يحب امتنا وهو بنا لنا المجمع مش بنا بييده طبعا يعني اكيد تبرع لهم بالارض والفلوس وبنا لهم المجمع فقالوله يعني الراجل ده مستحق فعلا ان انت تعمل له المعجزة دي طب انتو ما شفتهوش ليه انتو واكيد حوله ومعرفوش وفشله طب هو ما جابش اطباء ليه اكيد جاب اطباءه ما نفعوش في علاجه فسمع عن يسوع كان عنده الايمان منه فقال لهم بس روحوا وتوسطوا لي عنده كده فرحوله قالوله بص بقى يسوع يعني ده راجل حلو قوي واستحق ان انت تروح له وده كمان خير علينا وبنلنا المجمع وبيحبوا امتنا فذهب يسوع معهم على فكرة اللي عمله المسيح ده بالنسبة لليهود ما كانش صحة خالص كان ممنوع على اليهودي انه يدخل بيت واحد واسنة فكريم بطرس لما كرينيليوس عمل بعتله قال له ممنوع ان احنا ندخل عندكم لقالنا نتنجس لان كانوا بيعتبروهم كلاب وبيعتبروا الوسانيين دول ودول امم محتقرين جد فما ينفعش لو دخلنا عندهم نتنجس فما ينفعش ادخل تحت سقف الراجل ده بس الغريب ان المسيح مشي فذهب يسوع معهم والسؤال التاني هو ايه اللي خلى الشيوخ بتوع اليهود يخلفوا النموس ويروحوا مع المسيح ممكن رايحين معاف السك لا هم كانوا يوصلوا لغاية الباب ويسيبوه هو يدخل لانهم بيني وبينكم هم رايحين ايه رايحين تقديد واجب اولا هم ما يعرفوش الراجل فالعيان ده مش فرق معهم يموت يعيش مش فرق بس لان الراجل الكبير ده طلب منهم فهم لازم ايه ينفزوا هندرس شخصيتهم دلوقتي وإذا كان غير بعيد عن البيت يعني المسيح كان قرب من البيت خلاص ايه اللي حصل قائد الماء ارسل اليه اصدقاء اصدقاء من عنده يروحوا للمسيح يقولوا له ايه يا سيد لا تطعب ما تكملش لاني لستو مستحقا ان تدخل تحت سقفي ما استهلش ان انت تدخل تحت سقفي انت هتتنجس ياه اكيد كل اللي عمالة حكيه ده انتو عمليني حط في دماغكو صفات حلوة للراجل ده انا ما كنت بحضر عادت عادته من حوالت 13-14 صفة جميلة قوي للراجل ده فقال له انا لستو مستحقا ان تدخل تحت سقفي بصوا بقى انا ليه ما اجيت لكش لذلك لم احسب نفسي اهلا ان ااتي اليك يعني انا ما استهلش اجيه لكيبه هو ما راحش للمسيح عشان متكبر لا ده راح على المسيح عشان حاس المسيح عالي جدا وهو ما يستهلش يروح له لكن قل كلمة في برأة غليب ايه ده كلمة اه قول من عندك برا يشفى هو هيشفى الايمان ده الايمان ده طيب لاني انا ايضا انسان مرتب بص يعني ايه انا انسان مرتب يعني ايه يعني انا تحتية ميد جندي فانا فاهم كويس قوي الكلمة والامر لما يخرج لازم ايه يتنفس وانا فوقي كمان سلطة اعلى مني فلما تؤمرني انا فاهم يعني ايه الكلمة لما تطلع من القائد لازم تتنفس اذا انت تعرف اني في الجيوش في الحروب لو القائد قال حاجة والجنود خلفوا يقتلهم فورا فيش حاجة اسمها بتعمل اللي بيقولك عليه حتى لو انت مش شايف انه ينفع حتى لو فيه موتك خش على دي طب فيه موت طالما القائد قال كده لازم تسمع الكلام في الجندية كده فقال له انا ايضا انسان مرتب تحت السلطان ليه جند تحت يدي اقول لهذا اذهب فيذهب ولاخر قاتي فيأتي ولذلك افعل فيفعل يعني ايه اقول لهذا تعالى ييجي اقول لهذا روح ييجي اقول لهذا اعمل يعمل يعني انا فاهم ايه فاهم السلطان بتاع الكلمة فانا عارف كويس قوي ان انت لو قلت كلمة زي كده من بقك هتتنفس شفتوا الايمانات ده ايه انا زي ما انا بقول الكلمة تتنفس انا فاهم ان الطبيعة هتنفس الكلمة بتاعتك وفي قوة هتطلع من بقك تشفي الولد ده ولما سمع يسوع هذا اه عمل ايه تعجب منه الجميل ان في حتتين بس في الكتاب المقدس على المسيح قالت عليه انه تعجب اول واحدة هنا من ايمان الراجل ده التانية لما عمل في الناصرة معجزات في الاول ومردوش يقبلوه وطردوه برا الناصرة يقول تعجب من عدم ايمانهم يعني الكلمتين تعجب مقصود بها الايمان والتفت الى الجمعة الذي يتبعه ده الناس في ماشية ورابة وقال اقول لكم عايزين الحق لم اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا مقدار هذا يعني الايمان بتاعه ايه كبير يعني ممكن يكون في ايمان صغير وايمان اعلى وايمان اعلى وايمان كبير عشان في بعض التواقف البرستانت يقسموا الناس ده عنده ايمان نا ما عندوش ايمان لا ما عندناش كده خالص لسه كنا منتكلم في الراجل اللي ابنه كان عنده شطان قاله اعن ضعف ايماني ففيه الايمان بيزيد وينقص وانا وانت حسب حالتنا الروحية ايماننا يطلع وينزل شوية ربنا يقف جنبك اعملك معجزات حاجة حلوة في حياتك لا ايمانك عمال يزيد تشوف حاجة حواليك ايمانك يزيد تحضر معجزة تحضر درس كتاب تحضر صلة تحضر ايمانك يطلع لفوق ويزيد تروح تضعف شوية تلاقي ايمانك يقل عارف البطارية بتاعت الشارجر بتاعتك ده مش بعمل دعاية للايفون بس ايه بس انا خدتها الاوبشن ده حلو في الايو اكس سكسين اللي نزل جدا مش دعاية للايفون ولا حاجة يعني في حاجة فيه البطارية بتاعتك يظهر لك الرقم بتاع شحن البطارية فيقول لك حاسب تنور احمر يقول لك البطارية بتاعت تبقى عشرين بتاعت تنزل على كده خلي بالك خلي بالك طب لو انا ما خلتش بالي هيفصل طب وش حين هتاني هتزيد تاني انا وانت نفس الكلام ايمانك بيطلع ويزيد ويطلع ويزيد مسيح عايزه ايمان على لفل العائلين فانت بتطلع كلما تقرب لربنا اكتر ايمانك بيزيد اكتر ورجع المرسلون الى البيت ما هو راحوا قالولوا ايه ما تتعبشوا تيجي بس انت اقول كلمة هيشفى فالمسيح قال ليشفى فرجعوا فوجدوا العبد المريض قد ايه قد صحة يعني ايه هم؟ خف طيب ده معلمنا لوقة حكاة عارفين لوقة كتب انجيله لمين؟ لمين؟ نقولهم بالترتيب طب متى لليهود متى كتب لليهود عشان كده تلاقوا دايما يقولك كما قيل كما قيل في الانبياء كما قيل في الانبياء كتب لليهود عايز يقولهم ان اللي جيدة هو المسيح اللي احنا مستنيين طيب متى؟ مرقص مرقص كتب لمين؟ للرومان دول طب الرومان دول بيفهموا مفهوم ايه؟ القوة فاثبت لهم المسيح بمعجزاته القوية شكده كتب معجزات فيها قوة طيب لوقة لوقة كتب لليونانيين اليونانيين دول ناس بتوع الفلسفة كلها فعايز يقولهم المسيح الانسان شكده لما حكى المعجزة دي شرح المسيح الانسان وقائد الماء الانسان اللي فيها فكرة انه رفع الانسانية الى مرتبة عالية جدا طيب ويحنى بقى اخر واحد قالك يا متى كتب لليهود ولوقة كتب لليونانيين ومرقص للرومان يعني ايه؟ الفئات كلها اتغطت طب انا اكتب بقى انجيلي للعالم كله اقول في المسيح ايه بقى الحاجات الخاصة بقى اللقاءات الخاصة والاحاديث الخاصة والمعجزات اللي كانت في قرشالين بس اللي محدش شافها غير انا وهو فكتب انجيله المسيح ابن الله المتجسد فاليهود المسيح يظهر في انجيل ايه؟ يحنى بالاكتر طيب تعالوا نشوف متى بقى اللي هيكتب لليهود هيكتب لهم ايه؟ اكيد اكيد هينبر على ان الراجل ده احسن منكم تعالوا نشوف ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء اليه قائد ماء يطلب اليه مسكوا بقى الناقدين وقالك استنى بقى تعالي هو قائد الماء رح ولا مرحشي؟ مرحش لو قال مرحش قالك بصوا متى بيقول ايه؟ جاء اليه قائد ماء يطلب اليه يقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعزابا جدا يقولك هو راح ولا مرحش؟ ادي غلطة هو واحد يقول راح واحد ما يقول مرحش هو بصراحة هو مرحش لان القصة كلها واضحة انه مرحش لا تدقل تحت سقف بيت انما هنا اصده ايه؟ اصده انه بعثله لليهود يعني كأنه راح يترجاه يعني من خلال مين؟ اليهود الرؤساء الكهنة او سوري الشيوخ اليهود اللي عملوا ايه؟ دور الشفاعة عارف العين لما يكون عمل المشكلة وعايز يروح لابوه وابوه معاقبه يروح لمين؟ يروح لامه مش كده؟ يقول لها ماما ماما ممكن تروح لبابا تقوليله كده؟ طبعا لو امه اصلا مش طيقاه يبقى ايه؟ يبقى تقفلت في وشه خالص طبعا ممكن يحصل العكس لو امه هي البعبة بتاع البيت يبقى بابا هو الايه؟ الحناين بابا ممكن تقول لماما كذا كذا يقول له حبيبي حاضر يروح عشان خطري وبتاع دي اسمها الشفاعة الشفاعة يعني ايه؟ يعني عشان خطري بالزبط كده ده ممكن زي الشفاعة القدسين بيقولوا لما سيح عشان خطر ده غلبانش فيه طب هما لقى انهم راحوا لازم تحصل لهم معجزة لا مش شرط هما بيطلبوا لله امتى بقى ربنا يفرح بالطلب بتاعك لو طلب روحي ليك عشان كده لقوا كل طلباتنا اخفر لينا خطيانة اكتر طلب اخفر لينا خطيانة يا رب برحم اكتر كلمة في القداس يا رب برحم يا رب برحمنا يا رب سمحنا طب لو ربنا سمحك انت عايز اكتر من كده يا اخي انت كده دخل السمة خلاص لو ربنا غفر لك خطيانة وقال لك مخفورة لك خطيانة انت مبرر عايز ايه في الدنيا ولا كنوز الدنيا تستخد حاجة خلص من كده فهو بعث وقال بس عن طريق مين عن طريق اليوم فقال له يسوع انا اتي واشفي فعلا الراح القادي جميلة اوي انا اتي واشفي جميلة اوي الراجل المعزب الغالبان ده تعالوا نشوفه الراجل ده اكيد خدم العقاة ده خدمة حلوة صح اكيد كان امين اكيد كان حلو عشان كده نتعلم حاجات وانا بقولك بقى لما بتدرس نص الكتاب بقى لما تكون فيها قصة امسك كل واحد حلل الشخصية وطبق على نفسك على طول لما تيجي تقعد مع ولادك كده في البيت ولا حاجة تشرح لهم حاجة في كتاب المقدس دي طريقة اسمها طريقة الشخصيات بنعملها ازاي في المجموعات نمسك مجموعة نقول لهم انتو هتفكروا بالعقلية بتاعة قائد الماء وانتو الراجل المريض فنقول لهم ايه انتو ايه اللي خلاكم ايه اللي خلا الراجل حبكم فيبتدوا بقى يفكروا ويتفعلوا ويردوا جميلة كده يعني الخدام لما بيعملوا دي طريقة في درس الكتاب بيتقمسوا الشخصيات الولاد بتبقى جميلة جدا فايه الراجل دوت ايه اللي خلا الناس خلا السيدك يحبك اكيد كان امين صح طيب انت بروحتش للمسيح ليه اقول لك انا عاجز مش قادر اروح طب هو سيدك ايه اللي خلاه راح طلب قال لك اصلي بعتلي اطباء كالترخير والراجل دفع بس لقى طباء علاجهم ما ايه ما شفانيش وجاب لي شيوخ اليهود فضلوا يصلوا حولايا صلوات يهودية طبعا ما شيوخ اليهود حبوا يكرموا الراجل طبعا فراحوا صلولوا ما نفعتش فكان الحل الوحيد ايه بقى سمعنا عن يسوع فتقول للي بصوا سمعوا دي عبارة حلوة قوي قارتها وانا بحضر لكم فجميلة قوي عجبتني فكتبتها هيقولك ايه على الراجل العيان ده عاجز يعجز عن مساعدة نفسه فخدمه عاجز اخر يطلب من عاجزين اخرين ان يوصلوه للقادر تاني تاني عاجز يعجز عن مساعدة نفسه ده مين المريض فخدمه عاجز اخر مين ده قائد الماءة ما هو برضو يعيني غلبان مش عارف يش فيه يطلب من عاجزين اخرين مين العاجزين التانيين التلال فشلين تانيين يود ان يوصلوه لمين للقادر اللي هو مين المسيح سؤال مهم بقى هل انا وانت عندنا العيين اللي بتشوف احتياج الناس بتحس بيهم ولا عنينا تعودت كيفة حصلت يعني لما قامت الثورة في انجلترا وفراحة وقالوا للملكة قالوا لها الناس مش لقيا يعيش تاكل ثم ايه يعني ياكلوا بتيفور لو ما فيش عيش ياكلوا بتيفور تحتى كويس للهلس فكرة ايه عايشة في عالم تاني غير العالم بتاع الناس السؤال بتاعنا ودي الخوف بتاعنا هلأ ان احنا قعدنا في الكنيسة وقت طويل ما بقناش نحس بالناس اللي برا الكنيسة يمكن يمكن لاننا جينا الكنيسة كل اللي انا عايزه ابقى مبسوط وصلي وروح سعيد وفرحان وروح وروح ونيجي نرنم ونفرح ونمشي وفي ناس برا محتاجة فوتات تاخدوا بس السؤال الاول قبل ما نفكر لخدمتهم انا وانت هل في عندنا نعمة الاحساس باحتياج الناس هل نتبنى القضية بتاعتهم نحس باحتياجهم نتبنى قضيتهم نحبهم نصلي من اجلهم نجيبهم للمسيح كتير كتير محتاجين صدقني بابانة يا ما ناس تشوفوا من برا باشا لكن روحيا فقير وعدمان العفية خالص ده محتاج للمسيح يظهر لك المبارة على فكرة كلما الواحد يبقى عنده الايجو عالي قوي تلاقي بيتكبر كده انا عشان كده ما بيخفش مين اللي خف اللي بيقول انا عيان لسه سبع انبار رفاقيل كان بيقول في القدس كان بيحضر في محاضرة فقال حاجة جميلة قوي قال ايه قال المرض لما ييجي ما بيستأذنكش يجيلك ولا ما يجيلكش يعني لو انت الكورونا مش بتقولك ممكن اجيلك فانت لو قلت لها تفضلي تخش مش هيحصل فانت بتتعدي من غير ما تاخد رأيك المرض بيجيلك من غير ما ياخد رأيك لكن الحاجة العجيبة بقى ان العلاج ما ينفعش تاخده غير بقراتك عشان كده خرج منها سيدنا بمفهوم حلو قوي ان الخطيئة ورصناها كلنا من قادة ده المرض خدناه لكن عشان تاخد فداء المسيح الفكسين لازم استأذنك شخصيا ولازم تقول ايمان وحدك ولازم تقول اؤمن انا وحدي ولازم تأتي للمسيح وتؤمن بي وتسجد لي وتعترف لي عشان نعمدك عشان تاخد الايمان طب ما انا ابويا مؤمن خلاص طب ما انا اخدها طب ما انت بتاخد سيتزن لو حد والده والدته سيتزن يولده عايلي ايه يطلع سيتزن طب ما انا مسيحي واب مراتي مسيحية لما نخلف عائل المفروض يبقى مسيحي على طول لا ليه بقى لانه هياخد العلاج والشفاء لازم نسأله هو طب الطفل صغير مش نعرف نسأله نعمل ايه نعمده على ايمان ابو امه وهو لما يجبر ياخد القرار يتمنى هذا او لا فالنقطة المهمة قوي ياريت يكون عندنا احساس بالناس احساس باحتياج الناس انا مش قصد الاحتياج المادي او الاحتياج ممكن يكون احتياج مادي احد الاحتياج احتياج لربنا كام واحد بتقعد معاهم تحس انهم سوري هايفين وفضيين من جوه خالص كام بيت تخشوا تحس انهم افوش المسيح خالص دول فقر غلاب محتاجين المسيح واحد اعمى زي المعجزات دي كلها في واحد اعمى واحد مشلول واحد مجنون واحد الشيطان مسج دماغه كل دول عبد مريض فقال له يسوع انا اتي وايه اش فيه جميلة انا وانت ان ما قدرناش نوصل للناس على الاقل وصلهم للمسيح في الصلاة يعني يقولوا ايه يقولوا الخدم بيعمل حكتين اتنين يا يقف يكلم الناس عن المسيح يا يقف يكلم المسيح عن الناس وعشان كده تلقوا ابونا الكاهن عنده حكتين بس يا يقعد يبص لناس يعلمهم يا يقعد يكلم المسيح على الناس يبقى شفيع فيهم فاجاب قائد الماء يا سيد لست مستحقا اهو اهدي بالرد على اللي اعترضه لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي يبقى ازاي بقى هو رحل المسيح لما قاله ما ينفعش نتقابلنا وانت ونبقى تحت سقف واحد لان انا نجس لكن قل كلمة فقط فيبرأ ايه غلامي لاني انا ايضا نفس العبارة انسان تحت ايه سلطان قالها لؤة تحت مرتب تحت السلطان لي جند تحت يدي اقول لهذا اذهب يذهب ولاخر ايتي فيأتي ولعبدي افعل هذا نفس العبارة ليه متى بقى علشان بيكلم اليهود عايز يقول لهم ايه بقى فقال لهم ان كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاء ويعقوب في ملكوت السماوات ايه ده بقى انت بش فهمها دلوقتي او انت فهمها يعني ايه يعني فيه ناس هتخش السماء غيركو اللي هم مين الامم هيجوا من الشرق والغرب وهيتكئوا مع ابراهيم واسحاء ويعقوب ايه مع ابراهيم واسحاء ويعقوب عاد تدور عليها هي ليه العبارة دي تقالت كده قالوا ايه بقى قالوا ان رب المجد مع اليهود باللغة اللي هم يفهموها يعني اليهودي لو قلت له دي يفهمها كويس قوي يعني انت لو رحت لليهود اللي هم في نيويورك مثلا اليهود الارثوذوكس اللي هم يلبسوا طائية كده على رأسهم دول الارثوذوكس المتعصبين جمدين قوي بيلبس دفاير وحاجات كده على شعر وتلاقهم حتى يلبسوا ولادهم كده وستاتهم بتلبس زي نقاب مغطيين يعنيهم شوفوهم في المطارات عندهم ايمان بقى اليهود كلهم ان يوم ما المسيه هيجي هيجمع اليهود كلهم في عيد عظيم والعيد ده هيجيب البطاركة إبراهيم وسحاء ويعقوب اول تلت بطاركة مع ابطالي الايمان ويعمل لهم وليمة ضخمة قوي لتكريم اليهود هيقدم لهم فيها لحوم من جميع انواع الحيوانات وقالوا فيه حيوانين كبار مشهورين قال عليهم ايوب اسمهم لوسيان وباهموس اللي هم الديناصورات الكبار قوي قالك ربنا هيجيب لحمهم بقى وهيتبحوا لهم اللي اليهود يكلوا ويجيب طيور فخمة ووز ضخمة قالوا كده بالظبط دي من المشناء اليهودي ليوم السبت العظيم يوم السبت العظيم ده اليوم اللي هيبقى فيه المسيح معهم في موجود يجيب لهم خمر تتقدم لهم والخمر دي متعتقه من يوم الخليقة لغاية دلوقتي كل دي في تقليد اليهود لكن مش في كتاب المقدس خالص ففكرة يتكئوا مع ابراهيم واسحقوا يعقوب فيها ايه انهم هيتمتعوا بايه بالخير ده كله بس الخير ده فيه اكل وفيه شرب بما فيهم اللحوم المحرمة عليهم عارفين ده اللي خدوا منه اخواتنا المسلمين في السامة هيبقى فيه ايه وياكلوا ايه والحاجات دي كلها خدوا نفس نفس الافكار دي كلها متاخدة من التقليد اليهودي وقالوا في الاعداء دي لا مكان بصوا على العبارة دي لا مكان لأمم يقعد معهم خالص الأمم دول هيترموا برا في حتة اسمها ظلمة الخارجية برا ضلمة وإحنا نقعد في قعدة حلوة ناكل ونشرب مع المسيح اليهود طب والأمم لا دول كلاب يترموا برا فالمسيح بقى لما يقول لهم العبارة دي أقول لكم مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب يعني في كل مكان دول أمم وكد يطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنة المسيح بقى ضفها ايه بقى لأنه هيتكلم على ملكوت السماوات بتاعه وهو بقى فقال الأبدية بقى شكلها ايه الأشرار بعيدة عنكو هيترموا في ثلاث حاجات ايه بقى ظلمة وبكاء وايه مصارير أسنان يقولوا مقارنة كده ايه الفرق بين النار بتاعت اللي بتتدفى فيها في البيت أو النار اللي بتعمل عليها الأكل ونار جهنم نار جهنم دي بعيدة عنكو دي اللي هي في النار الأخيرة العذاب الأخير بقى يا ملكوت يا جهنم بيقولك الجهنم عبارة عن ليك بحيرة يعني فيها يعني العذاب هيكون ليه درجات زي ما المجد في السماء ليه درجات نجم يجمل عن نجم في المجد العذاب برضو ليه درجات يقولوا بقى ان النار دي النار بتاعت العالم نار تطفي يعني لو قعدت ولعت النار وخلصت الخشب بعدها بايه بتطفي النار التانية ما تطفيش النار اللي هنا تأثر في الماتيريالز النار اللي هناك متصممة مخصوص للشياطين والأرواح بتاعتهم وللأجسام اللي هتقوم بيها الأشرار فالنار دي متصممة مخصوص ليهم مش نار مادية زي اللي بنشوفها النار اللي بنشوفها لو نورت لو ولعتها اتنور مش لو ولعت شامعة بتنور المكان النار اللي هناك نار بس ضلمة يعني يبقى النار موجودة والضلمة حاجة صعبة قوي ومع الضلمة موجود ايه العذاب فلحد شايف حد والكل المتقلم وبيصرخ وما حد بش شايف حد خالص من الضلمة والبكاء ليه البكاء الندم الندم والأسف ياريتني كنت تبت ياريتني كنت اعترفت ياريتني كنت عشت الربنا ياريتني كنت رحت الكنيسة ياريتني كنت ياريتني كنت أمنت بالمسيح وزي ما كنا برنم الملوك اللي عزبوا المسيحيين هيقولوا ياريتنا كنا أمننا بالمسيح ده إحنا بهدلنا في الكنيسة والأنتي كرايست اللي هيجي في الأيام الأخيرة وهيضل الناس والناس كلها اللي هتضل معا هيبكوا على أنهم يقولوا يا غبأنا ضع منا هذا اليوم وصرير الأسنان يعني إيه صرير الأسنان قالوا صرير الأسنان فيها معنيين عارف الجز على السنان اللي هو لما يكون واحد متغاز أو يعدي جز على سنانه فقالوا ده ممكن يكون صرير الأسنان المعنى ده وقالوا صرير الأسنان التاني اللي هي تكتكت السنان من السقعة الله طب هو إزاي هيبقوا فنار وإزاي سقعة ده بيورينا التناقض الرهيب الموجود عشان كده رب المجد مش عملش النار لينا أبدا كبشر قالوا النار المعدة لإبليس وجنوده فالنار مش لنا بس اللي يختار أنه يعيش مع إبليس حياته كلها ويقول المسيح أنا مش عايزك كأنه بيطفي النور وقفل الباب وعايش مع الشطان فهيروح معاه عشان كده يقولوا أن ربنا في اليوم الأخير هيقول للأشرار لتكن مشيئتكم دي كانت مشيئتكم إنت أنا أنا كنت عايزك تخش السام وعملت معاك ما لا يعمل لكن إنتوا كنتوا مصرين على كده علشان كده هنا الآية دي توضح الصدمة اللي عند اليهود إزاي الأمم هيدخلوا وإحنا هنطلع وكمان إحنا ده الكلام ده ضد الفكر بتاعهم وضد إيمانهم ثم قال يسوع لقائد الماء اذهب وكما أمنت ليكن إيه لك فبرق غلامه في تلك الإيه الساعة تعالوا نشوف هنا حكتين في الآخر تعالوا نشوف قائد الماء والصفات الحلوة اللي فيه وتعالوا نشوف نتعلم منها إيه وفي نفس الوقت صفات الجميلة اللي في المسيح ونتعلم منها إيه النهاردة أول حاجة كانت حلوة في قائد الماء أنه راجل كان قلبه حنين حس بمين بالخدام بتاعه نمرة اتنين شاف العبد ده ده خدام ده عبد شافه بعين تانية خالص غير العين اللي بتشوف العبيد عارفين العبيد في الوقت ده كانوا إيه العبيد في الوقت ده كانوا بيشتروهم كانوا يوقفوا يشتروا العبد كده والجواري يشتروهم على حسب جسمه على حسب قوته يدفعوا فيه قد إيه وكان العبد ده يعتبر شيء من الشخص يعني كان بيستخدمه في البيت زي الترابيزة زي الحاجة تخصك عشان كده العبد ده لما كان يموت ما كانش ليه دية خالص كان كل التمن بس شوية فلوس يدفعها لو أنت كان عبدك عبد ومت يعني تدفع لأهله حاجة بسيطة كده اللي هو تمن عبد اللي هما لما يهوز باع المسيح بتمن عبد 30 من الفض فموته كان عبارة عن خسارة مادية مش أكتر الرومان بقى كانوا بيعملوا العبيد على أنهم حيوانات يضربوهم ويبهدلوهم طب وسط الحكاية دي إزاي قائد ماء بالطريقة دي يبص العبد بالطريقة دي ده أكيد ما تأثرش بالجو المحيط بيه كان قلبه حلو من جوه شكده المسيح شاهد له ده حاجة ليه أنا وليك يا ترى الجو المحيط بينا بنتأثر بيه وبناخد الثقافة بتاعتهم ولا مزالي نحن قيامنا وما بدئنا خلوا بالكوا لأن طول ما أنت قاعد في جو الثقافة بعد شوية بتطبع عليك وعلي لأ نفسنا خدنا القاليتشور بتاعت الحجاية لا هنا قائد الماء بنتعلم منه درس إن حتى إذا كانت معاملة الناس بالطريقة دي أنا هعمله كشخص مش كايه مش كشيء كان واضح قوي إنه غير متعصب ساعد الكل محبته ما كانتش بالكلام بس مين اللي قال محبته ما كانتش بالكلام بس مع اليهود بنالهم المعبد والمجمع ومع الراجل العبد المريض جاب له الدكتور وعطله اليهود وبعت للمسيح كان اليهود مشهورين بالتمرد والعصيان زي ما حكت لكم فأكيد كان القائد ده عنيف جدا وجامد جدا وشاطر جدا لكن إيه لكن قلبه حنين قوي نجده في موقع الشراسة والعنف لكن كان في غاية المحبة والرقة وظفته ما أثرتش عليه المجتمع ما أثرش عليه الوسط المحيط ما أثرش عليه هو اللي أثر في الوسط وخلى معنى جميل قوي خلى الشخصية الحلوة في مكانها ووظيفته عشان كده في سؤال هو العبد كان حلو لدرجة إن الراجل حبه ولا قائد الماء كان حلو لدرجة إن العبد حبه اللي اتنين اللي اتنين عشان كده لما نقول للزوجة اخضع لزوجك تقولك أنا مش هاخضى عليه أقول للزوج طب وإنت حبيت زوجتك لدرجة إن انت تبزل نفسك من أجلها لو هو عمل كده الزوجة هتشيله فوق راسها واحد عايز يموت من أجلها يبقى هي تعمل ايه تتحطه فوق راسها من فوق تخضع له أه بكل حب لكن لو فيه واحد ما خطلبش دوره ما عملش دوره وطلب الدور من التاني يعني كنت سمعت دايما يقولك إيه مش فاهمين الكتاب مقدس يقول للرجل أنت رأس المرأة يا سلامي يا Heima طبما الكتاب يقول لك موت عشان خطر مراتك مستقبل دا أنت يا أخي بتاكل الأكل وما تسيب لهاش حاجة يبقى هتموت عشانها أزاي بقى دا أنت شايف نفسك شايف أكتر من أي حاجة وتقول للرجل الرأس المرأة يقول Claudia كتاب المقدس بيقول لأ أقول له أنت حبيب مش فاهمك قدرتك قال عنه شيوخ اليهود أنه مستحق أن يفعل له هذا وهو قال عن نفسه يعني شيوخ اليهود قاله هو مستحق وهو قال عن نفسه أنا لسته مستحقاً أن تدخل تحت سقف بيتي أنا مش مستحق لا تدخل في قلبي ولا تدخل في بيتي أنا وحش شايفين عشان كده المسيح قبله راجل في حجم ده والمسيح بالنسبة لليهود طب رؤساء اليهود اللي راحوا دول عملوا ايه دول موصلتية راحوا ووصلوا دل دا ودل دا وخلص لكن لها هدفهم ده هدفهم يرضو الراجل الكبير ويوفق لكن اللي حاسين بالعيان ولا أي حاجة ولا مؤمنين بالمسيح حتى اللي هيشفيه هم مجرد ايه وسطة وخلص في ناس بتعييش حياتها كده اه إن أحبابتم اللذين يحبونكم فأي أجر لكم ده عمل لك خدمة فبت ايه بترد له خدمة أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك الحرامي على فكرة بيحب الحرامي صاحبه وبيعزمه على عاشة زي ما هو عزمه على عاشة قبلها ومستعدي زي ما التاني دخل معا الخناء وعور هو يخش خناء بكرة معاي قوله أنا ليه عنده خناء بيخلصهم مع بعض وإيه هو بيحب لا مش بيحب هو بيرد ايه بيرد لكن احنا كمسيحيين وده الفرق المحبة محبتنا اسمها أغايبي غايبي يعني فيها حب أنا بدي المحبة تأتي من التواضع يقول القديس أغسطينوس عن الراجل ده عبر حلوة أو يعجبتني أو يقول ايه إحساس قائد الماء بعدم استحقاقه أن يدخل المسيح تحت سقف بيته جعل المسيح يدخل إلى قلبه يعني مش تحت بيته بس ده دخل في قلبه كمان يعني إحساس الراجل أن أنا ما استهلش المسيح ما دخلش بيته بس ده دخل تحت ايه جوه قلبه كمان من الصعب التواضع في وجود الكرامة على فكرة يعني صعب راجل زي ده يتضع قدام المسيح وده وسني ما يعرف عشان كده قال لم أجد في إسرائيل إيمانا مثل هذا المسيح دخل بيوت ناس متكبرة كتير فاكرين الإسبوع اللي فات لحد اللي فات المرأة الخاطئة دخل بيت الفريسي وسمعان الفريسي قاعد يقول لو كان هذا نبي العالم الست دي مين مسيح له تعالي بقى أنت عملت دينها والديني تعالي بقى قولي يا حبيب أنا جيت بيتك ما عملتش كده دي عملتك أنا جيت بيتك دي عملت لما قارنوا بيها قالوا في الآخر أنت طلعت شرق خالص تاخد زيرو هي تاخد أوفة تين هي مديونة بكتير وانا غفرت لها كتير وانت حبيتنيش كتير انت بس كنت عايز تستعرض قدام الناس ان انت طب الراجل ده كان عنده ايه تانية النقطة التامنة آمن بسلطان المسيح على الشفاء قال له لو قلت كلمة من فمك من بعد هيشفاء ده ايه ده ده ايه الإيمان الجامد ده أنا إنسان مرتب تحت سلطان جميلة قوي مرتب تحت سلطان يعني أنا بسمع السلطان وزي ما أنا بيخضعه لي أنا فاهم يعني إيه انت كبير ويعني إيه أنا لازم احترمك تدريب جيه في دماغي كده وانا بقول بكتب النقطة دي يا طارع أنا وانت بنحترم السلطان اللي محدود من الكنيسة تحترم السلطان الكهنوت تحترم السلطان الخادم تحترم السلطان اللي بيتعب وبيعمل حاجة على فكرة الجميل في البلاد اللي إحنا عايشين فيها إن لها سلطان والكل بيحترمه يعني سلطان رجل المرور والرجل الشرطة الكل يحترم والكل يخضع ليه ما فيش حاجة اسمها أنا أعلى منه كان القانون واضح والكرامة لمن له الكرام فأنا بخضع بالسلطان زي ما أنا بخضع في غيري كمان بإيه بيخضع لي كمان صح؟ وأنا كمان بخضع لغير مرة واحد بقول لي أنا على فكرة الناس بتجي للصيدلية توقف بالدور عشان تاخد الدواء بتقولوا أنت كمان بتوقف بالدور عند المحلات القهوة عشان تاخد إيه قهوتك يعني أنت متفكرش عشان أنت صيدالي إن الناس بتوقف تستنى وتاخد رأيك طب ما أنت كمان في حتة تانية بتروح تاخد رأيي ناس تانية تعمل لك فتعلمنا هنا أن نخضع لبعضنا للبعض هكذا هو الموضوع هكذا هو الحكاية الحب مين يخضع لبعض إيه اللي له السلطان نخضع ليه بكل حب والخضوع لا يعني أنت أقل أبدا أبدا ده كلما نتضع كلما نرتفع أكتر العذرة مريم كانت يقولك أصعب حاجة للبناء آدم ليس احتمال الهوان يعني لو هزأت واحد واحتمل عادي أصعب حاجة احتمال الكرامة يعني لو ديته كرامة وما انتفخش عشان كده العذرة مريم خدت كرامة فين وقالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين قالت هو هزأ أنا أمتر عارفين أمتر رب يعني إيه خدامة خدامة البت اللي بيندهلها اللي تنظف تعالي مساحية تعالي نظفي أنا خدامة ربنا عشان كده ربنا قالها دا أنت مش خدأ أنت أمي وهكرمك فوق الكل قال كلمة حلوة قوي قاله قل كلمة فقط ليبرأ غلامي عرف أن المسيح ليه سلطان في السماء والأرض آمن بقوة كلمته حط نفسه في موضع أدنى من المسيح فقال له أطلب أنت أنت أكبر فاستحق في الآخر أن يمدحه المسيح ويقول لم أجد في إسرائيل إيه إيمانا مثل هذا وكان إيمان قائد الماء عظيم لأنه صدق أن شفاء عبده تم فورا وليس تدريجيا صدق وقال له قول كلمة فيشفى وفعلا قال كلمة وإيه وشفى شفنا حاجة جميلة قوي هنا في المسيح أنا خلصت الرقاء دي الماء والصفات الجميلة اللي فيه التواضع والمحبة والإيمان والحنية وحاجات كتيرة قوي المسيح بقى في المعجزة دي شكله إيه المسيح المتواضع قال كلمة حلوة قوي يظهر هنا تواضع المسيح أنا آتي وإيه وقاش فيه ما قالش هتهولي هو يروح شكده جميلة قوي في الكريسماس والحاجات دي افتكر إن المسيح هو اللي جالنا إحنا ما رحناش لأنحنا ما ندرش شكده هو اللي نزل شكده فكرة بابا نويل اللي بيجيب الهداية فكرة دي فكرتها أن المسيح جاء لنا بأعظم هداية وفرح قلوبنا إنما بقى غير المسيحيين عايزين يغيروا الحكاية لسه كنت رايح بتفرق كنت في ستور لقيتهم بقى بدل بابا نويل جايبين بقى شوية كاركتر موجودين في الكارتون بتاع الأطفال وعملين هما بيقدموا هدايا فبعد شوية ما بقاش بابا نويل بس بقى فيه مش عارف حد كده كان أنا معرفش أساميهم ملبسينهم حاجة وهم بيدوا الهداية ليه عشان بعد شوية تتلغي حتة بابا نويل يا بابا نويل فكرتها إيه الله القديم الأزلي جاء إلينا وجاء من السماء عشان يجاد بشوفه نازل من السماء كل دي لها جدور بس الشيطان عايز يعوم دي ويشيلها خالص بعد ما شل ميري كريسمس بقى هابي هولي داي مش كده يشيل بقى بابا نويل وتبقى شجرة ويتحول الموضوع بعد كده حتى الشجرة يتحول الموضوع لشوية هدايا بنجيبها البعضين البعض وخلاص ونقول له بعد كل سنة وانت طيب والمسيح فين في الموضوع نفيش تلاقوا دلوقتي المحلات كلها هدايا والمزود ولا بتاعمى حتط على جنب كده صغير ليه اللي عايز ياخده أين المسيح في الشيطان شاله من الصورة خالص بخطة شيطانية والشيطان بيستعين بأعوان ليه عشان يشيله ده زي ما الكريس زي الريزوريكشن والقيامة أما شالها وعمل ايه وعمل البني وعمل البيض وشال الاحتفال بتاعها ما بقاش المسيح القائم ما بقاش المسيح قام بالحقيقة قام بقى ايه بقى يقولوا وده أنا قلتلكم ده غلط يقولوا المسيحين في كناس هابي إيستر إيستر ايه يا أخوي ده إيستر ده الاله العشتار اللي بيجيب اللي بتاع التناسل الكتير ده تقول ايه تقول هابي هولي ريزوريكشن أو تقول خريستوس أنيستيا أو كرايستز ريزن الفكرة ان يقول لك أنا دي بعد شوية بعد شوية بعد شوية هتبتدي الحاجات دي لما بقاش ننبه عليها في الكنيس ونوعي ولادنا شوية هيروح فالمسيح له المجد يجي المجيء الأول للخلاص وهيجي المجيء التاني للدينونة بينها بيجي لي أنا وانت بيقول أنا قاتي وأشفي بيعمل ايه بيجي لك مطرح ما انت قاعد يجي لك في شغلك وانت عندك مشكلة حلاها لك أنا قاتي وأشفي ليه لأن في واحد بيصلي لك في حتة وبيقول له يا رب يقف معاه في ناس راح تقول له يا رب معلش فلان ده شفي حاضر عشان كده الصلاة بعدنا من أجل بعضه مهم قاوي انت النهاردة قاعد بتصلي من أجل واحد من أجل إيمانك ربنا ممكن يديله هو ممكن هو ما يكونش يستاهل لكن من أجل إيمانك انت وإلحاحك على ربنا ربنا يديله في فراشك بتصلي الواحد عيان في فراشك ربنا يقول أنا قاتي وأشفي في فراشه لأنه مش قادر يصلي فأنت بتصلي مكانه عشان كده لما تيجي تصلي لحد حس بإحساسه ودي صعب أنا أسألك سؤال لو فيه اتنين لو أقدر الله واحد قال لي واحدة صليلي إيه ابني عنده كانسر يا رب إيش في فلانة ابنها عنده كانسر إيه رجبا لو أم الولد ده هي اللي صلت هتقول إيه هتقول إيش فيه ده عنده كانسر ولا هتسرخ قدام ربنا هل أنا وإنت بنتفاعل مع ألام الناس ونقف قدام ربنا نتكلمه بالنيابة عنهم لأنهما مش قادرين يتكلمه ولا أقولها كلمة وخلاص كده يا رب إيش فيه خلاص كده أنا صلت له كده وخلاص الفكرة محتاجين أن ننسكب أمام الله بدلة الناس دي بوجع الناس دي عشان كده حينما ندخل معهم نشاركهم ألمهم المسيح ينظر لمحبتك فيكافئك ويكافئهم ويروح لهم في فراشهم أنا قاتي وأشفي يروح في الشغل يحل لك مشكلتك يروح في فراشك يسندك يروح لوحد قاعد وحده في وحدة حاسس باكتئاب يدي له سلام وهدوء يروح لواحد بيحارب أمواجه ومشاكل حوله يسكت الأمواج ويهديها زي ما كنا بندرس الأيام اللي فاتت يروح لواحد فرحان يزود له فرحه شوف كده كتاب يقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين عارفين ليه لأن بيقولك الفرح لما تشارك الفرح يزيد شوف يقول لما يجي لك ناس في فرحك كتير أو في أفرحك كتير تفرح أكتر والهم لما تشارك الهم بتاعك والحزن يقل فاشاكل لك فرحا مع الفرحين نزود فرحهم وبكاءا مع البكين نقلل ألمهم وأوجعهم شكت بولوس الرسول أكد عليها ديت أهم شيء أن أنا نجد للأشياء المادية بل هتلاقي شخصه الحلو بقى الجميل اللي هتستمتع بي أحيانا واحد يطلب يقول لك أنا كنت بطلب الأول ربنا يشفيني ويعملي ويجيلي بعد شوية هو عملي كل ده بس لقيت أن أنا فرحان بهو مش عايز العطيه فاكرين معجزة صدي السمك تعبنا الليلة كله وأنا منصطط شيء بعدما صادوا كل الشمك يقولوا وطركوا كل شيء وإيه وطبعوا شافوا المسيح فالمسيح المتواضع يقول دايما أنا آتي وأشفيه حط الآية دي قدامك على طول أنا آتي وأشفيه أنا آتي وأشفيه أشفيه من أي حاجة بقى المسيح سريع الاستجابة ما بيتأخرش يأتي في المعاد المناسب وعلى فكرة لو تأخر هيجيب لك بركة أكتر ولو تأخر ليه وقت معين هو قاصد ييجي فيه بالطريقة دي نشوف كمان قوة المسيح من على بعد كلمته بس دي تأكد لهوته كلمته من على بعد شافت الراجل العيان به كان كل شيء هو دكتور شاطر جدا يعرف إزاي يشخص ويعرف إزاي يشفي في الوقت المناسب عشان كده في القداس نقول طبيب أكسادنا ونفوسنا وأرواحنا هو يشفي لك الجسد ويشفي لك النفس يخليك فرحان يشفي الأوجاع والاكتئاب والوجع والمرارة ويشفي لك مش قصد المرارة اللي هي المرارة الألم المرارة بتاعت التنهد ويشفي كمان الروح من المرض يشفي التلات آخر حاجة نلاقي المسيح اللي بيحذرنا ويقول يخلوا بالك ولم أجد ولا في إسرائيل إمانا بمقدار هذا ده تحذير ليه وليك ليه ممكن نكون في الكنيسة وبنصلي وبنحضر زي اليهود كده وفاكرين إن إحنا إيماننا جامد وييجي المسيح يقول لنا بص ده فيه واحد برا إيمانه أقوى منك جدا أنت بتشوف وبتحذر وبتسمع هو ما فيش ده خالص بس إيمانه أقوى عشان كده نسأل هل أنا عندي الإيمان القوي اللي بمقدار ما أنا أحضر الكنيسة بمقدار ما أتناول أكيد طبعا هيبقى أقل عشان كده لو أبقى عندع في إيماني وأويني المسيح مدح قائد المأة وفي نفس الوقت وبخ أمته اليهودية إن ما عندهمش إيمان زي الراجل ده وإدان رجاء ومفتاح لحل كل مشاكلنا أن إيه أن نؤمن به آمنوا به فالإيمان يحل لك حاجات كتيرة خالص هذه المعجزة جميلة مليانة تعليم مليانة أفكار جميلة فالمسيح موجود في حياتي وحياتك زي الناس دي بس فيه ناس زي الكتب والفرسيين دولة وقفين يتفرجوا بس مش حاسين بحاجة مش حاسين بالناس وفيه ناس تانية عيني محتاجة أنا قعدت أشوف المرض بتاع الفالج اللي كان عند الراجل مرض الشلال اللي يتواحد في أيامنا عنده هذا المرض بيعملوه كدر يعيني بيبقى ما بيتحركش خلص من مكانه ويفضلوا يحطوله بقى وسائد هوائية تدخل الهواء لأن بيحصلوا قرح من الفراش فظيعة لا يقدر أن يتحرك طب مع العلم والتكنولوجيا وصلنا لده دلوقتي ومال من ألفين سنة كان دول شكلهم كانوا بيترموا كانوا يجي لهم القرح والدود يطلع في جسمهم وابتدي يدودوا وابتدي حاجة صعبة خالص فكان مرض فظيع لكن المسيح بكلمة من فمه عن بعد شفاء ده وضح لك أن الله يقدر على كل شيء من كلمة من على بعد يشفي ولكن كل واحد للوقت المناسب بتاع الشفاء بتاعه ربنا يديني ويديكم هذا الإيمان الجامد الذي كان لقائد الماء والصفات الحلوة اللي فيه يدهلنا كخدام بنخدمه دينا التفاعل مع الناس والإحساس بأوجعهم والإيمان بالمسيح والثقة فيه وصلوات من أجلهم ليأتي المسيح ويفرحنا ويفرحهم بمعجزات إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي مع معجزة تانية من هذه المعجزات لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر